نورة من السعودية لكن من دون الطريقة الصحيحة السليمة أم لا يجب أختي نورة بارك الله فيك وعوضك الله خيرا طبعا بالنسبة للعيوب التي في عيوب النكاح التي تمنع تمام الاستمتاع هذه يجوز للمرأة أن تطلب الفراخ من زوجها وأنت طلبت الفراخ وخلاص طلقت بالنسبة للزوج الجديد يجب عليك أن تخبرينه بأنه ليس لديك بكارة بسبب الزوج الأول وأنه استخدم الطريقة التي ذكرتها في السؤال وما حبيت أني أقولها أنا وهي غير طبيعية غير طبيعية لأن الزوج الثاني إذا ما أخبرتي بهذا سيضع علامة استفهام سيضع علامة استفهام أو تقولي له أنا كنت متزوجة ويعني طلقت من زوجي يقتنع مدام أنك أخبرتي بأنك متزوجة طبيعي جدا بأنك ستكونين ثيبا وهو يرضى بهذا قضية أنك تخبرين بما حصل هذا راجع لك فإذا كانت تعتقدين بأنك ستقولين له بأنك أنت بكر لكن حصل شيء غير طبيعي هذا راجع لك أنت وقناعة أيضا الزوج الثاني أو تتركين الأمر على ما هو عليه وهذا هو الأفضل